هل تشعر بالنعم التي تتقلب فيها ليل نهار؟ هل تستطيع عدها أو إحصاءها؟ فلا تنس أبدا أنها من عطايا ربك المحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان أي الإحسان له وصف لازم ولا يخلو موجود عن إحسانه طرفة عين فلابد لكل مكون من إحسانه إليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد وهو المحسن في فعله فهو سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وهو المحسن إلى عباده بإنعامه وعطائه فيعطي النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ومعناه راجع إلى المفضل وذي الفضل والمنان والوهاب فمن عرف أن الله هو المحسن أحبه من كل قلبه فالقلوب مفطورة على حب من يحسن إليها فكيف لا تحب من الإحسان كله من عنده ومن عرف أن الله هو المحسن فليشكره على نعمه وإحسانه فبالشكر تحفظ النعم وتزيد قال تعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدَ ومن عرف أن الله هو المحسن أحسن في عبادته قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال وهيب بن الورد لا يكون هم أحدكم في كثرة العمل ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه ومن عرف أن الله هو المحسن أحسن إلى خلقه حتى في ذبح الحيوان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فاحرص على الإحسان إلى عباد الله لكي يحبك الله قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين